اشتركوا في القناة وأكد سعادة وزير النفط والبيئة على همية المبادرات والأنشطة المجتمعية الرائدة في مجال التوعية البيئية مضحا أن إعادة تدوير المياه تمثل أحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المخزون المائي الاستراتيجي للمملكة وضمان استدامته للأجيال القادمة وأشار بن دينا إلى أن إطلاق مملكة البحرين الاستراتيجية الوطنية للمياه 2021-2030 لتحقيق الاستدامة المائية يعكس التزام الحكومة ببرنامجها للأعوام 2023-2026 ومواءمته مع أهداف التنمية المستدامة كما أعرب سعادته عن تقديره للتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكافة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة لهذه الحملة من جانبه أشاد السيد عبد المجيد حداد نائب المدير الإقيمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تحديات المياه مضيفا أن القوة الحقيقية للحفاظ على البيئة تكمن في أيدي الأفراد والمجتمع ككل عبر تعزيز الوعي بأهمية المساهمة في الحد من هدر المياه أو تلوثها ترجمة نانسي قنقر